إنجيل لوقة الإصحاح الثالث رح نقرأ أي ثمانة أو ثلاثين و سوري ثمانتعاش أي ثمانتعاش لوقة ستي ثمانتعاش والمعذبون من أرواح نجسة كانوا يبرؤون وكل الجمع طلبوا أن يلمسوا لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع بس لاحظ كلمة المعذبون من أرواح نجسة شوف الشيطان لما بيسيطر على حياة الإنسان بيجيب له عذاب إبليس ممكن يسيطر على عيلي يجيب انقصام بهذه العيلي تشوف الزلمة بيكره مرته هاي الإنسان الحب ويمكن غامر مغامرات حتى يتجوزها فجأة تتحول الإنسان إلى شيء مش قادر يطلع عليها وأيه كمان مش قادر تشوفه بيسوي عذاب بيسوي مرار بيسوي دمار بيسوي مصائب ولكن المعذبون من أرواح نجسة كانوا يبرؤون إبليس بعذب الناس إبليس بيمرد الناس إبليس بيدمر حياة الإنسان فيش واحد فيش واحد إبليس ما بيقرب عليه إذا الشيطان مش مقرب عليك اعرف إنه مبسوط منك دائماً رح يحاول يدمر حياتك بس ما تخاف كان يسوأل ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء بس لازم ننتبه لقوة الشيطان سفر أعمال الرسل إصحاح تسعة عشر رح نقرأ قصة كتير كتير كفيها تعليم لإنا نجي سفر أعمال الرسل وإصحاح تسعة عشر فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة بإسم الرب يسوع قائلين أنا عم بقرأ من آية 13 شرع قوم من اليهود فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة بإسم يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرس به بولوس شايفو كين في جماعة مبشرين بس باليهودية كان دل يطوفوا بين الناس وكان في ناس في أرواح شريرة بس شو كانوا يساوه كانوا يجوا عند هذا الإنسان الملبوس بالأرواح الشريرة ويقولوله نقسم عليك بإسم يسوع الذي يكرس به بولوس كانوا يؤمروا هذا الروح بإسم يسوع الذي يكرس به بولوس شوف الكتاب شو بخبرنا عدد 14 كان سبعة بنين لسكاوة رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا سبعة شوف سبعة رجال فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرفه وبولوس أنا أعلم وأما أنتم فمن أنتم فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هاربوا من ذلك البيت عراء ومجرحين وصار معلوما هذا عند جميع اليهود واليونانيين السكنين في أفسوس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يتعظم كان اسم الرب يسوع يتعظم هدول ابناء سكاوى سبعة يجوا عند إنسان واحد فيه روح الشرير قالوا نحنا مننتهرك باسم يسوع اللي بكرس فيه بولوس نحنا ما منعرفه ليسوع بس معنا بولوس بطرة الشياطين باسم واحد الاسم يسوع نحنا منعمل نفس الاشي شو جوابهم روح الشرير قالوا تاب هذا يسوع أنا بعرفه وبولوس أنا أعلم وأما أنتم فمن أنتم هدفعهم وخبرنا وثب أو هجم عليهم مزع لن أوعيهم وجرحهم وهربوا من قدام هذا الإنسان سبعة مقابل إنسان واحد ما أدروش عليه إنه كان فيه قوة هائلة قوة شيطانية تقدر تغلب سبع رجال أشوف كان جوابه للشيطان جواب له بعد الجواب سنفكر فيه شوي قال لبولوس أنا أعرف يسوع أنا أعرف وبولوس أعرف أما أنتم فمن أنتم هل أنت تقدر تجاوب على من أنت اليوم يسوع الراب المخلص قبل شوي أرينا كيف نعلم أنك أنت قدوس الله أنا بعرف مين يسوع لماذا أتيت لتهلكنا بشوي قرأنا بمرقص طب بولوس أبولوس بعرف هذا من جماعة يسوع هذا ابن يسوع عليه مسحة يسوع وكل الذين قبلوه أعطاهم إي أخروني سلطانا أن يصير أولادا لله أنا ابن يسوع أنا بعرف مين بولوس سأل طب وإنتم مين عن جد تعرف الجواب على السؤال أنت لأن إبليس يسأل أنت مين يا أنت للرب يا أنت لإله لما لم يكن لدينا جاوب من هم لأن لم يكن بينهم علاقة مع الرب لم يكن أتباع الرب تحولت القوة الشريرة لعليهم الشيطان يا أخوتي شيء حقيقي ليس فكرة عطلة ولا إنسان يتهيأ له شيء الشيطان يسكن الناس ويدمر حياته يدمر أجساده الشيطان يتكلم من خلال الناس الشيطان يهاجم من خلال الناس لما تشوف الناس تفرح تشوف دم تفرح تشوف جتة مرمية على الأرض بس الشيطان يفرح بهذا أولاد الرب زيما إجا يسوع يعمل يصنع خيرا ويشفي هايا رسالتنا نصنع خير ونشفي جميعا متصلت عليهم إبليس السؤال من أنت من أنت عدد 18 كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقون ها أمام الجميع وحسب أثمانها فوجدو 50 ألفا من الفضة هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة شوف الناس المؤمنين بعدك الفترة كان يعملوا إشيين وأنا بفكر هذا الشيء نحنا بعدنا محتاجين وفي هاي اليوم خاصة في هاي الأيامات لما الناس من زمان كانت تآمن اليوم خلينا اليوم الناس بتآمن بقصد أنه صار يجوا عنا على الكنيسة شكراً اليوم مفهوم إنه إنسان صار يآمن أنه صار يجوا على الكنيسة أكثر منك ما في إشي لما كنت عند إنسان بتحدث أنوياته بقول لي جبت إنسان مؤمن يشتغل عندي وانا بقول عليه مؤمن وانا بعرف إنه إنسان المؤمن لازم يكون إنسان مؤمن ترجمة نانسي قنقر